قلنا بأن التشريع القتال في الإسلام هو تشريع ضد المحاربين المعتدين وليس ضد المختلفين في الدين فلذلك لا إكره في الدين على أي حال هذه الالتزامات لم تطبق على مدار التاريخ من بدء من الفتوحات طبعا قد يكون هناك مبرر إذا كان هناك أناس مضطهدون مفتونون يعني يضطهدوا من مثلا قبائد ربيعة وبكر قبائل بكر في جنوب العراق والمناذر كانوا عربا مضطهدوا من الفرس هنا في مبرر لفتح العراق وللجهاد في الشام الغساسنة مضطهدوا من الروم وهم عرب وهنا مبرر لكن قد لا تجد مبررا فيما بعد أيام الحجاج مثلا كان يجمع فقهاء الكوفة وصلحائهم وعشائرهم وينقلهم على طول يعني يقاتلون في المشرق فإن قتلوا ارتاح منهم وإن لم يقاتلوا يواصلوا يواصلوا إلى أن ينتهوا هذا العبث وفرض الجزيع من أسلم وإشاءة الاكل الاستئكال والأكل بهذا الدين الله عز وجل لا يرضاه إن كنت ظالما فظلم بنفسك لا تظلم بدين الله وإن كنت خائنا لا تخون بلين الله كما هناك نصر الإمام علي جميل يقول ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من توبه وزخرف من نفسه للأمانة واتخذ سطر الله ذريعتنا إلى المعصية فأحيانا أكبر الجرائم هو أن تجرم جريمة ثم تقول هذا بأمر الله وبرضاه ومن أظلم ممن أفتر على الله كذبا من أظلم لا يوجد أظلم من هذا على يتحال